والحكام مخاطبون قبل غيرهم بالجهاد ورد العدوان فيجب عليهم القيام بما أوجب الله عليهم من دعم فلسطين بالمال والرجال ومساندتها بالسلاح والخيرات مع الدعم السياسي والمعنوي ولا يفوتنا هنا أن نحيي الموقف الرسمي لبلادنا بلاد شنقيط ومواقف قواها الحية أي نعم والواجب الأول على التجار ورجال العمال وأهل الثروة والمال هو الجهاد بأموالهم في سبيل الله ومناصرة بإخوانهم إعانة لهم على دفع العدوان وعلاج المصابين وإطعام الجوعاء وكسوة العرات وإيواء المشردين وإعادة الإعمار وواجب أصحاب المنابر والمحابر وحملة الأقلام والفاعلين في الإعلام هو الجهاد بالكلمة نصرة للحق وفضحا للعدوان ونصرة للحق وفضحا للعدوان